العيش بقلب المحب يا غلى محبوب وعلى القلب يا برحسن اسمك المكتوب شما ابتعد يا جنتي عنك فلا توق شما ابتعد يا جنتي عنك فلا توق منك بديت وانتك يا داحي الباب هاي مجيتي لحضرتك يا غلى لحظة شفتك شمس برض النجف من بعلي لطيارك شفتك شمس برض النجف من بعلي لطيارك لو شفتك الهم يلجلي لا فتاة الا علي يا حيدره لا فتاة الا علي يا حيدره لعلي وعلي فقط عبقوا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم يصير على محمد وآل محمد وعجل يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتي لأمير النحل تكفيني ولا يتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني سأحدثكم عن جانب عن جانب من تجربتي ولذا فأنا مسؤول عن أي طرح فيما سأقدمه بين أيديكم لأنها تجربتي قد توافقونني قد تختلفون معي أنتم أحرار في ذلك وإنما أحدثكم عن جانب من تجربتي وأتحدث عن تجربتي الدينية عن تجربة العقائدية في مثل هذه المناسبة في مناسبة الغدير الشريف ماذا تعرفون عن الغدير؟ وأبدأ حديثي من هذه النقطة ماذا تعرفون عن الغدير؟ أنتم أخوتي أبنائي وأنتن أخواتي وبناتي ماذا تعرفون عن الغدير؟ ما سمعتموه وما قرأتموه عن الغدير هو كالتالي هناك من يحدثكم عن الغدير في الواقعة التاريخية حدث في الزمان الكذائي القصة التي تعرفونها الوقت ضيق ووقت الصلاة قريب فلا أريد أن أعيد عليكم ما تعرفونه قصة الغدير حجة الوداع خرج النبي إلى غدير خم والتفاصيل التي أنتم تعرفونها لا حاجة لذكرها لطالما سمعتموها ونحن في أيام مناسبة افتحوا التلفاس ستسمعون هذا الكلام على كل القنوات اذهبوا إلى كل الحسينيات سيتردد الحديث هو وهو هذا الذي تعرفونه عن الغدير واقعة تاريخية حدثت في زمان كذا بالمواصفات الكذائية أو أن المتحدث يحدثكم أو أن الكتاب الذي تقرؤونه تقرؤون فيه إثباتا لصحة هذا الحديث ومن كتب المخالفين رواه فلان وفلان وسرد لقائمة طويلة من أسماء كتب المخالفين هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان نحاول أن نثبت صحة أسانيد الحديث وأن الحديث جاء متواترا في كتب القول وربما زاد الحديث في نقاش حول معنى كلمة مولى والمولى ما هو معناها في اللغة كيف ترددت في أشعار العرب هل هناك شيء آخر تعرفونه عن الغدير أنا قلت أحدثكم عن تجربتي أنا أعيش في المكتبة الشيعية منذ أن كان عمري سبع سنوات ما يقرب من خمسين سنة أنا أتقلب بين الكتب الشيعية ما وجدت شيئا غير هذا كل هذا وجدته في المكتبة الشيعية ما وجدت شيئا آخر أنا أسألكم سؤال آخر لو كان عند أحد منكم مشروع اقتصادي مشروع اجتماعي مشروع زواج أي قضية من القضايا أي مشكلة من مشاكل الحياة وأنتم تحتاجون فيها إلى محامن إلى رجل قانون فلو أن هذا المحامي نصحكم بالتوقيع على عقد معين على سند معين ألا يجدر بالمحامي أن يخبرك أن يخبرك ماذا يشتمل هذا العقد كي توقع عليه ولو وقعت على العقد وأنت لا تعرف مضمونه ألا تلوم المحامي ألا يقال لك ألا يقال لك لا أريد أن أقول ما يقال لك ألا تلوم كيف توقع على عقد وأنت لا تعرف مضمونه كيف توقع على وثيقة وأنت لا تدري ماذا اجتملت عليه هذه الوثيقة لربما أفضل كلمة تستعمل هنا لا أجد غيرها وهذا غباء غباء أن الإنسان يوقع على عقد لا يعرف مضمونه حين نقول بيعة الغدير البيعة عقد يا جماعة ما هو مضمون هذا العقد لا أعرف أحد ما هو مضمون هذا العقد هناك عقد نحن نقول بايعنا يعني وقعنا على عقد ما هو مضمون هذا العقد نحن في كل سنة نحتفل في الغدير ونقول نحن بايعنا عليا ونحن في الأصلاب ونقول ونقول ما هو مضمون هذا العقد الفضائيات تتحدى المنابر تتكلى الحسينيات تحتفل المؤلفون يؤلفون المحاضرون يحاضرون ولكن هل سمعتم هل قرأتم شيئا غير الذي أشرت إليه قبل قليل نحن بايعنا على أي شيء بايعنا بشكل موجز هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل وتطويل ولكن بشكل موجز سأمر على هذا العقد نحن على أي شيء وقعنا نحن ندعي هكذا من أننا بايعنا عليا والبيعة لعلي لا تصح بتمام معنى هذه الكلمة لا تصح من دون بيعتنا لإمام زماننا بيعة الغدير بالنسبة لنا تعني بيعتنا لإمام زماننا صلى الله عليه وإلا من دون بيعتنا لإمام زماننا لا معنى لبيعة الغدير أساساً هذه العبارة التي تحفظونها اللهم والي من والاه هي هي بتمام معناها حينما نقرأ في دعاء الندبة الشريف وهو من مناسك يوم الغدير يستحب قراءة دعاء الندبة في أيام الأعياد في يوم الغدير أيضاً اللهم والي من والاه العبارة التي هي جوهر دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هي هذه نفس هذه العبارة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء من هؤلاء الأولياء الذين أشار إليهم سيد الأنبياء اللهم والي من والا بيعتنا الغديرية هي هي بيعتنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بنحو موجز أمر على أهم ما جاء في هذا العقد الذي وقعنا عليه بنود هذا العقد أولاً في عنوان هذا العقد نفس الآية التي تليت على مسامعكم قبل قليل وهي الآية السابعة والستون من سورة المائدة يا أيها الرسول الخطاب واضح الخطاب لشخص موصوف بأنه رسول أي أنه قد أدى الرسالة والمخاطب هو الله الآية ما قالت يا أيها النبي حتى يمكن أن يكون هناك احتمال أن هذا النبي لم يبلغ الرسالة كاملة قالت يا أيها الرسول بلغ يعني هناك شيء آخر غير الرسالة التي كنت قد بلغتها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فيه عليا الروايات صريحة وواضحة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الرسالة الثانية وليست الأولى وإلا الأولى هو قد بلغها ولذلك خاطبه يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إلى آخر الآية الكريمة ما هي الرسالة التي بلغها نبينا فخاطبه الله يا أيها الرسول لقد بلغ التوحيد أول كلمة نطق بها في بعثته الشريفة قولوا لا إله إلا الله تفلحه حتى قبل أن يعلن رسالته كان النبي يصدع بهذه الحقيقة في وسط الجموع التي كانت تأتي إلى مك حتى قبل أن يعلن رسالته قولوا لا إله إلا الله تفلحه النبي بلغ التوحيد ثم أعلن عن نبوته ثم بلغ القرآن بكل تفاصيله وشرح الحقائق للناس وَا 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 تلك هي الرسالة التي خوطب لأجلها يا أيها الرسول أحب ولكن حين وصل الحديث إلى بيعة علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الأصل أين؟ الأصل هنا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لماذا؟ لأن كل الذي تقدم كان في مرحلة التنزيل ومرحلة التنزيل ما هي بحقيقة الدين مرحلة التنزيل مقدمة تمهيدية حقيقة الدين في مرحلة التأويل وهذا المضمون واضح في كتبنا وفي كتب مخالفي أهل البيت من أن النبي صلى الله عليه وآله بنحو صريح قال لسيد الأوصية من أنك ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلهم أشرف الكائنات على التنزيل حقيقة الدين في التأويل وحين تحدث القرآن عن مضمونه ما تحدث عن تنزيل قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم حقيقة الدين وحقيقة الإسلام في التأويل وهذه المرحلة بدأت منذ بيعة الغدير فمرحلة التنزيل كانت مقدمة وإلا السؤال واضح أين تفسير النبي للقرآن النبي فسر القرآن أم لم يفسره فسر النبي القرآن أين تفسيره لأنه كان متناسباً مع مرحلة التنزيل حتى الأئمة لم يروه لنا ما جاءنا من تفسير للقرآن جاءنا عنهم في مرحلة التأويل أين خطب النبي في صلاة الجمعة ما عندنا شيء من خطب النبي إذا كان المخالفون لم يعبأوا بخطب النبي لماذا أئمتنا لا يرون لنا خطب النبي لأنها كانت تتناسب مع مرحلة التنزيل والقضية عريضة طويلة في مرحلة التأويل وبالذات في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة النبي صلى بالمسلمين صلاة الظهر والعصر جمعاً وصلاة المغرب والعشاء جمعاً وهي إشارة ليس الأمر بالغ الأهمية إلى ذلك الحد هي إشارات ورموز مرحلة التأويل بدأت منذ بيعة علي في الغدير والآية التي أشرت إليها قبل قليل وهي الآية السابعة والستون من سورة المائدة هذه الآية صريحة واضحة من أن بيعة علي هي الأهم وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وأنتم تعرفون أن بيعة الغدير في آخر أيام حياة النبي الأعظم النبي الأعظم في شهر صفر يعني بعد البيعة بشهرين في شهر صفر استشهد نبينا مسموماً صلى الله عليه وآله في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر في السنة التي تلت تلك السنة التي حج فيها حجة الوداء يعني الباقي من أيام ذي الحجة أيام قليلة في اليوم الثامن عشر كانت البيعة الأيام القليلة الباقية من شهر ذي الحجة فمحرم فصفر في اليوم الثامن والعشرين استشهد نبينا صلى الله عليه وآله فكل هذا الجهد وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الأصل في بيعة علي صلوات الله وسلامه عليه ماذا يعني ذلك يعني أن هذا العقد هو العقد الحياتي الأول والأخير بالنسبة إلينا ماذا يشتمل هذا العقد هذا العقد يشتمل على عدة بنوت من هذه البنوت التي وردت في هذا العقد ماذا قال في خطبته صلى الله عليه وآله واعلموا واعلموا أن الله قد نصبه لكم ولياً وإماماً مفترض طاعة على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين وعلى البادي والحاضر البادي يعني سكان الصحراء البدو وعلى البادي والحاضر وعلى العجمي والعربي وعلى الحر والمملوك وعلى الكبير والصغير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد معاشر الناس تدبروا القرآن هذه مضامين العقد تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة فوالله هذا قسم من خاتم الأنبياء فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي هذا البند الأول من بنود البيعة فوالله لا يوضح تفسيره لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده وهو علي صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يتم خطبته وبعد ذلك ينزل رسول الله للبيعة فماذا يقول إني قد بيّنت لكم وفهمتكم ماذا فهمنا هذا علي يفهمكم بعدي وما قال من بعدي يفهمكم يعني في حياتي وكذلك بعد حياتي بعدي ما قال من بعدي إني قد بيّنت لكم هذا العقد تعرفونه وهذا العقد الذي وقعتم عليه إني قد بيّنت لكم وفهمتكم ماذا فهمنا هذا علي يفهمكم بعدي يعني مصادر العلم مصادر الفهم قواعد التفكير تأخذ من هذه الجهة من علي ومن علي فقط هذا هو العقد الذي نحن وقعنا عليه التزمنا بهذا العقد أنا أتحدث عن تجربتي لا شأن لي لا بكم ولا بالذين سيسمعون حديثي سيبث هذا الحديث على التلفزيون وعلى الإنترنت أنا أتحدث عن تجربتي عن تجربتي لا أعرف تفسيرا كتبه مراجعنا وعلماؤنا بالنسبة لي أتحدث عن نفسي لا أعرف تفسيرا للقرآن كتبه مراجعنا وعلماؤنا يأخذ تفسيره عن علي والله لا أعرف تفسيرا وأتمنى أن يرشدني أحد إلى تفسير كتبه أحد مراجعنا وهذا الكلام ليس موجها لكم هذا الكلام أوجهه إلى أهل الإختصاص لأن هذا الكلام سيبث مرات ومرات على التلفزيون وسيبقى موجودا على الشبكة العنكبوتية أتمنى أتمنى أن يرشدني أحد إلى تفسير كتبه أحد مراجعنا أحد علمائنا يأخذ تفسيره من علي أنا لا أعرف حقيقة أنا أحدثكم عن تجربتي أنا ما واجهت تفسيرا من التفاسير التي كتبها علماؤنا وأتحدث عن التبيان للشيخ الطوسي عن مجمع البيان للشيخ الطبرسي عن الميزان للسيد الطبا طبائي وعن أضراب هذه الكتب وعن أضراب هؤلاء الأعلام الأجلة أنا لا أعرف كتابا في التفسير أخذ تفسيره عن علي بل إنني وجدت هذه التفاسير تعاند علي وتعاند منهج علي في أكثر مواطنها بل ما هو الأسوأ من هذا هذه التفاسير يوجد فيها العديد بل الكثير من المواطن ما موجود في كتب النواصب أقرب إلى أهل البيت من هذه التفاسير وأنا أقول هذا الكلام لا أقول هذا الكلام جزافا أنتم استمعتم إلى برامج كل برامج بالوثائق والحقائق بإمكاني أن أتناول أي كتاب الآن من كتب التفسير وأشير إلى هذه المواطن التي أشرت إليها أشير إلى المواطن التي خالف فيها علماؤنا ومراجعنا في تفسيرهم تفسير علي وآل علي وإلى المواطن التي كان النواصف أقرب في تفسيرهم منهم إلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو البند الأول أنتم تجلسون في مجالس الخطباء ووالله المجالس الحسينية ما يطرح فيها هو من منهج مخالف لمنهج علي كبار خطباء الشيعة لا ينقلون عن علي في تفسيرهم للقرآن ينقلون عن غير علي تجلسون تهزون رؤوسكم وأنتم تنقضون بيعة علي الخطيب ينقض بيعة علي صاحب الحسينية ينقض بيعة علي فقد أنفق أمواله كي يبني هذا البناء لأجل نقض بيعة علي والخطيب يرتقي المنبر كي ينقض بيعة علي قطعا لا بقصد سيء أنا أقول هذا وأنتم تعرفون هذا لا صاحب الحسينية يحمل هذا القصد لأن الجميع وقعوا على عقد لا يعرفون مضمونه هذه الحقيقة الحقيقة هي هذه الجميع وقعوا على عقد وأمضوا عقدا هم لا يعرفون مضمونه إني قد بينت لكم يقول صلى الله عليه وآله وفهمتكم وفهمتكم ماذا فهمنا هذا علي يفهمكم بعدي ألا وإني أدعوكم عند انقطاع خطبتي سيكمل النبي خطابه ألا وإني أدعوكم عند انقطاع خطبتي بعد ما قال هذه الكلمة أدعوكم عند انقطاع خطبتي إلى أي شيء إلى مصافحتي إلى مصافحة النبي نحن بايعنا رسول الله قبل أن نبايعه صلاة صلوات الله عليه أدعوكم إلى مصافحتي لبيعته والإقرار له بيعة الغدير أساسا بيعة لنبينا صلى الله عليه وآله وهكذا فعل الذين حضروا البيعة صفقوا على يد خاتم الأنبياء وبعد ذلك صفقوا على يد سيد الأوصية يعني هذه البيعة بيعة مربعة بيعة مكررة بيعة مؤكدة بيعة مع محمد صلى الله عليه وآله وبيعة مع علي صلوات الله وسلامه عليه على أي شيء على أن تفسير القرآن يؤخذ من علي فقط هكذا اشترط علينا النبي قال فوالله لا يوضح تفسيره لا يوضح تفسيره وعبارة لا يوضح تفسيره هو يفسره لنا ثم يشرح التفسير حتى توضيح التفسير يؤخذ منهم فوالله لا يوضح تفسيره إلا هو إلا سيد الأوصية لذا حين يحدثنا إمامنا الصادق وهو يشخص لنا الفقيه الذي يرتضونه هم لا بد أن نفرق بين فقهاء في نظر الشيعة وبين فقهاء في نظر إمام زماننا في نظر العترة الطاهرة هناك فقهاء في نظر الشيعة ولذلك الأئمة في كلماتهم إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها يعني فقيه في نظر الشيعة فقيه في نظر الشيعة هنيئا لهم به والله يسعد سعيد بسعيده كما يقولون في الأمثلة الدارجة هذا فقيه الشيعة جعلوه فقيها أما فقيه آل محمد هكذا يبين لنا إمامنا الصادق إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا وهذا مصطلح محدث اصطلاح محدث له ارتباط بعالم الغيب نحن لا نريد أن نتحدث عن الارتباط بعالم الغيب هنا حتى يكون محدثا قيل ويكون المؤمن محدثا المؤمن من أمثالي ومن أمثالكم يمكن أن يكون محدثا باعتبار هذا العنوان محدث هذا العنوان يشير إلى صلة بالغيب قيل ويكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما هذا علي يفهمكم بعدي قال يكون مفهما والمفهم محدث هذه صفة الفقيه عندهم صلوات الله عليه فمن أين يأخذ فهمه يأخذ فهمه من علي هذا علي يفهمكم بعدي نحن إذا أردنا أن نعود إلى واقعنا الثقافي لا أريد أن أشير إلى أسماء لأن المقام مقام إيجاز وإلا فإنني لاعب أذكر الأسماء والمصادر ولكن المقام مقام إيجاز في أول العقد الآية بيّنت ماذا بيّنت بيّنت وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك الأصل هو هذا الأصل هنا وهذا هو المضمون نفسه الذي تردده زياراته والزيارة في ثقافة أهل البيت هي تجديد للعقد تجديد للعهد تأكيد للمبايعة هي هذه زيارة وكلمات أهل البيت واضحة المقام لا يسع أن أشير إليها ومن تمام الوفاء لكل إمام في عنق شيعته عهد إمامنا الرضا يقول ومن تمام الوفاء بالعهد زيارته من تمام الوفاء بالعهد الزيارة تجديد للعهد تأكيد للعقد زيارات أهل البيت مجمعة على أن الله بهم فتح وبهم ختم هم الأصل وزيارة الجامعة الكبيرة الدستور الشيعي الواضح ماذا يقول إمامنا الهادي في هذه الزيارة الشريفة من أراد الله بدأ بكم البداية من هنا بقية العبارات واضحة ومن وحده قبل عنكم حتى التوحيد بدايته منهم بعكس الثقافة الشيعية المطروحة ما يسمى بأصول الدين هذا الرأي الشائع والمشهور والمعروف في الوسط الشيعي من أن أصول الدين تبدأ بالتوحيد فالعادل فالنبوة فالإمامة فالمعاط وهذه التقسيمات مراراً تحدثت عنها هذه التقسيمات لا توجد آية من القرآن الكريم ولا رواية عنهم صلوات الله عليهم تشير إلى أن أصول الدين هذه هذا التقسيم ناقض لبيعة الغدير واضح الأصل كما في أحاديث أهل البيت الأصل أصل واحد لهذا الدين وهو الإمام ومن أراد الله بدأ بكم وهذا التقسيم جئنا به جاءنا به علماؤنا من كتب الأشاعرة والمعتزلة ومن المتأخرين من قسم أصول الدين إلى المرسل والرسول والرسالة وهذا التقسيم أيضاً لا أصل له لا في الكتاب الكريم ولا في أحاديث أهل البيت هذا التقسيم تقسيم قطبي هذا تقسيم قطبي لو قرأتم كتب حسن البنة وسيد قطب ستجدون هذا التقسيم العقائدي موجود فيه أقرأوا كتاب العقائد لحسن البنة كتاب مطبوع موجود ستجدون هذا التقسيم موجود صحيح بمصطلحات أخرى ولكن نفس النتيجة فهذا المرجع الذي قسم أصول الدين إلى مرسل وهو الله ورسول وهو النبي ورسالة وجعل لها خصائص من جملة هذه الخصائص أن هذه الرسالة لها أئمة والآن والآن علماؤنا بشكل عام يقسمون العقائد إلى ما يسمى بأصول الدين وأصول المذهب وهذا مكتوب حتى في الرسائل العملية من أن أصول الإسلام التوحيد النبوة المعاط وأصول المذهب العدل والإمامة وكأن المذهب شيء والدين شيء وكأن التوحيد في الإسلام شيء والعدل شيء آخر والتوحيد ينقص لأن العدل ليس موجودا في أصول الدين هذا موجود في الرسائل العملية للمراجع الذين تقلدونهم أنا لا أتحدث عن الزمن الماضي هذه المطالب موجودة في الرسائل العملية للمراجع الذين تقلدونهم الآن من أين نشأ هذا الأمر نشأ هذا الأمر لأن مراجعنا ما أخذوا تفسير القرآن عن علي هم قالوا من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن يعني سيقع يقع في الفتن من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن لا يستطيع النجاة من هذه الفتن القضية تتقف عند هذا الحد أبدا القضية فيها تفاصيل كثيرة والمقام مقام إجاز ليس مقاما للحديث المفصل هذا البند أن تفسير القرآن يأخذ من علي وأن قواعد الفهم تأخذ من علي هذه البنوت ما لم تفعل عمليا في ساحة الثقافة الشيعية فإننا سنبقى ننقض بيعة الغدير في كل ثانية من ثواني حياتنا في كل لحظة من لحظات حياتنا الواقع الإعلامي الواقع الثقافي الواقع الفكري الواقع العلمي الواقع الفتوائي حتى على مستوى الفتوى عملية الإفتاء وعملية الاستنباط وما يصطلح عليها الآن بالاجتهاد هذه العملية هي عملية تفسير عملية تفسير للنص القرآني ولحديث المعصومين هذه العملية هي الأخرى متفرعة عن تلك القضية التي نقضت بنفس الطريقة التي يفسر بها مراجعنا القرآن يستنبطون الأحكام بنفس الطريقة هذا الكلام قد يستغربه البعض وهذا الكلام قد يستكثره البعض هم أحرار أنا قلت أحدثكم عن تجربتي هذه تجربتي الدينية تجربتي العلمية سموا ما شئتم وحين أحدثكم إنني لا أحدثكم عن كتاب أو كتابين أنا أحدثكم عن كل المكتبة الشيعية أنا لا أتحدث هنا عن كتاب أو كتابين أبدا أنا أحدثكم عن كل المكتبة الشيعية منذ زمن الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا هذا هو واقعنا الشيعي فنحن في مثل هذه المناسبات في محافلنا في وسائلنا الإعلامية أو على الإنترنت الآن أدخلوا على صفحات الفيسبوك وصفحات الفيسبوك تعكس لنا الثقافة الشعبية لن تجدوا شيئا غير هذا يردده الناس إما حديث عن الواقعة التاريخية وإما نقاش مع المخالفين بإراد هذا الحديث من كتبه أو لإثبات معنى كلمة المولى بحسب ما نحن نعتقد والقضية لا تتجاوز غير هذا أو نقاش في مسألة أن الاحتفال بهذا اليوم بدعة من البدع وأن البويهيين هم أول من جاءوا بها وأمثال ذلك أما ما هو مضمون البيعة ما هو مضمون العقد الذي وقعنا عليه ما هي البيعة التي بايعنا عليها أنا هنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل تفاصيل ما جاء في خطبته صلى الله عليه وآله وسلم وإنما أشرت إلى هذه القضية لأنكم ستستطيعون أن تتلمسوها فيما إذا رجعتم إلى المصادر إلى كتب التفسير إذا ما رجعتم إلى كتب التفسير وإذا ما رجعتم إلى ما سطره علماؤنا ومراجعنا في تفسيرهم وفي كثير من الأحيان يردون أحاديث أهل البيت ويرفضونها في أثناء التفسير ثم يتبنون رأيا إذا ما بحثنا عن أصله فإننا سنجدهم يأخذونه من كتب النواصب وفي بعض الأحيان هم يكونون أبعد عما يريده أهل البيت من الذي جاء في كتب النواصب إلى متى سنبقى على هذا الحال لا أدري أنا أردت لكم في هذه المناسبة وفي هذا المحفل أردت لكم هذه التجربة وبشكل مختصر وبشكل موجز وهذه التجربة لم تكن في يوم أو يومين هذه تجربة تقترب من أربعة عقود من عمري تجربة تستمر لما يقرب من أربعة عقود من العمر هذه ليست تجربة في يوم أو يوم ولذلك أقول بملء فمي أنا أتحدث عن المكتبة الشيعية بكلها أنني لا أتحدث عن كتاب أو كتابي أنا أتحدث عن أمهاتي ما كتبه مراجعنا وعلماؤنا في المكتبة الشيعية وأقول للذي يعترض على هذا الكلام أعطني ما يثبت خلاف قولي وهذا الميدان يحميدان أعطني أعطني تفسيرا قل لهذا التفسير كتبه المرجع الفلاني من مراجعنا وفقا لتفسير علي هذا هو الواقع هذا المكتبة ويمكن للناس الآن أن تتحدث بصراحة على الإنترنت ولكن من دون سفاب وشتائم بالوثائق بالحقائق بالدقائق لا أدري ماذا أقول في الحقيقة لا أدري ماذا أقول في عيد الغدير هل أهنئكم أهنئ نفسي ونحن نلقض البيعة بشكل صريح فهل هو يوم للتهنئ هذا هو واقعنا المتعارف عليه في مثل يوم غد في مثل يوم الغدير في اليوم الثامن عشر المتعارف عليه أن الشيعة حين يلتقون يهنئ بعضهم بعضا بهذه العبارة الحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بولاية أمير المؤمنين صحيح إن الله أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بولاية أمير المؤمنين الله فعل هذا صحيح وعلي فعل هذا صحيح ولكن نحن ماذا فعلنا نحن نقضنا البيعة أنا لا أقول نقضنا البيعة بسوء نية وبسوء قصد ولكن هو الغباء الغباء هل توجد عبارة أخرى إذا كان توجد عبارة أخرى فأسعفوني بها هذا أهوى ما يمكن أن يقال وإلا يمكن أن يقال أكثر من هذا ولكن هذا أهوى ما يمكن أن يقال لأن كل واحد منكم وكل واحدة من الجميع أي واحد فيكم لو أن ولده أخاه صديقه من أقربائه وقع على عقد مهم وهذا العقد قد يكون سببا لتحصيل فوائد كبيرة وقد يكون سببا لهلاكه من دون أن يطلع على مضمون العقد ألا تصفون هذا الشخص بالغباء ماذا تصفونه فما بالكم هذا العقد هو العقد الأول والأخير هذا هو العقد الأهم هذا هو عقد النجاة بيعة علي أنا لا أريد أن أفتح موضوع ثانيا لأن وقت الصلاة صار قريبا وهناك ندوى أيضا ربما أكمل الحديث في طوايا إجاباتي على الأسئلة في الندوة اللهم يا رب علي بحق علي اشفي صدر علي بظهور الحجة عليه السلام أسألكم دعاء جميعا مع تذاري وصلى الله وعلى سيدنا ونبينا وإمام أئمتنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين الله سبحانه على أهل وعلى المحجل وعلى المحجل وعلى المحجل العائش قلب المحب يا غل محبوب وعلى القلب يا بالحسن اسمك المكتوب شما ابتعد يا جنتي عنك فلا توق شما ابتعد يا جنتي عنك فلا توق منك بديه تو أنت قي يا داحي الباب حار مجيئة الحضرتك يا أغلى لحظة شفتك شمس برض النجف من بال الأطياء شفتك شمس برض النجف من بال الأطياء لو شفتك الهم ينجلي عني عني لو شفتك الهم ينجلي عني عني شفتك شفتك